قرر مجلس الوزراء الاستمرارة في إخضاع الورق الهالك المندرج ضمن أحد البنود الجمركية لرسم تصدير مقداره 25 دينارا للطن وبمجب القرار تم وقف تحديد حصة تصديرية شهرية لتصدير الورق الهالك لعدم وجود مصانع محلية تستخدم هذا النوع من الورق الهالك كما تضمن القرار الاستمرارة في إخضاع بنود جمركية لرسم تصدير مقداره 10 دنانير للطن الواحد ويشمل القرار صادرات المملكة من الورق الهالك إلى المناطق الحرة إضافة إلى داخل المملكة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على أن تستثنى بضاعة ترانزيت من هذا القرار ويأتي هذا القرار للحفاظ على حقوق خزينة الدولة الواردة إليها من تصدير الورق الهالك وللحد من الأثر السلبي وكلف الوقود العالية التي تتحملها الخزينة في حرق الورق الهالك في المكبات